التقى الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من الطلبة واعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية والقلواء طيار اركان حرب هشام احمد هاشم مدير الكلية الجوية كلمة استعرض فيها تطور المنظومة التعليمية والادارية والفنية داخل الكلية بدءا من المناهج الدراسية وطائرات التدريب وانتقاء نخبة من اكفأ اعضاء هيئة التدريس لبناء اجيال من نسور القوات الجوية القادرين لحماية سماء مصر ودفاع عن ترابها الوطني واكد الفريق اول صدقي صبحي خلال لقائه بطلبة الكلية ان القوات المسلحة ستظل الحصن المانع لامن واستقرار الشعب المصري والعون والسند لامتنا العربية وان ما يقدمه ابطال ومقاتل الجيش المصري من اداء راق وعمل منضبط وجاد في كافة القطاعات يعكس اعلى درجات الولاء والانتماء من اجل مصر وشعبها العظيم مشيرا الى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدقيقة لنظم الاعداد والتأهيل بالكليات والمعاهد العسكرية لبناء الاجيال الجديدة المسلحة بالعلم والمعرفة والارادة القوية والعزيمة والاصرار على العمل بكل تجرد من اجل مصر والدفاع عن امنها وسلامتها ضد اي تهديد وقام القائد العام بتكريم المتميزين من الطلبة واعضاء هيئة التدريس تقديرا لتفوقهم وتميزهم العلمي والعسكري وتفانيهم في اداء المهم والواجبات المكلفين بها خلال دراستهم بالكلية حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة